امر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعا لمياه الأمطار إلى جانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقاومات البنى التحتية بمعايير عالية لضمان جودتها واستدامتها وذلك بالتماشي مع خطط تسريع وتيرة الإنجاز والتي يجب أن يلازمها التنفيذ المتقن للأفكار المطروحة والحلول المبتكرة في كافة المجالات مشيرا إلى أن أولويات العمل الحكومي قائمة على تحقيق تطلعات المواطنين وفق متطلبات الحاضر والمستقبل وقال اسموه إن تكاتف الجميع بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات هو ركيزة النجاح لإنماء وازدهار الوطن ومواصلة البناء على ما تحقق على جميع الأصعدة لافتا سموه إلى أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما يتطلع إليه أبناء الوطن لتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية ترفد مسيرة النماء والتطوير جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وسعادة النائب محمود مكي البحراني عضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي السيدة زينب لدرازي ممثلة الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية حيث أكد سموه الحرص على مواصلة تعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مساعي التنمية وخلال اللقاء جرى مناقشة ما استعرضه مجلس الوزراء من آليات التعامل والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة مع ما شهدته مملكة البحرين من هطول لأمطار الخير وما نتج عنه من تجمعات للمياه في شبكة الطرق والمناطق السكنية وتوجيه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار ورصد الأماكن التي شهدت تجمعاً للمياه في الطرق والأحياء السكنية ووضع الحلول المستدامة للبنى التحتية فيها من جانبهم عرب كل من معالي رئيسة مجلس النواب وعضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي مماثلة الدائرة الثانية عشر بالمحافظة الشمالية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو آفاق أكبر لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وفق تطلعات أبناء مملكة البحرين حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للخدمات والبنية التحتية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان